صباح الخير او مساء الخير يا برج العقرب. نطل على طول على القراءة بتاعتك. على طول كده على طول. اه. الحالة العامة بتاعتك ايه يا سيدي يا برج العقرب? اه. اعتقد ان انت الان في وضعك الصحيح يعني. يعني ده دلوقتي اه واخد مركزك قوي مهتم بنفسك بنجاحاتك بمشروعاتك. ممكن تكون بادئ اه مشروع جديد او كمان اه يعني متواصل مع ذاتك قوي قوي يعني. او عارف قيمة ذاتك. او عرفت قيمة ذاتك كمان. ممكن تكون انت الان يعني الحالة العاطفية اه ممكن يكون انت يعني معروض عليك علاقة او داخل علاقة جديدة ولكن ما زلت لسه في اه يعني اتفكر ادخل ما دخلش اتب اتجرب ما اتجربش حاجة كده من من الانواع دي لكن انت حاليا في حالتك العاطفية انت مستقر جدا. حتى بدون اه يعني شخص اخر او بدون شريك فانت مستقر في حالتك العاطفية. طيب نشوف الشريك ايه? مش بقول لك انت مستقر? اه. طيب مبدئيا كده يا برج العقرب. اه بتتعمل مع حد برج هوائي يعني. مبدئيا كده ممكن او تور او مين تاني تور اي تاني. تور ا او برج ناقي برضو. لكن هوائية شوية طب على الهوائية. طيب مشاعر الشريك ايه? اه يعني بيفكر بعقلو قوي. ما يكون في المشاعر معناها ان شخص ده خاليا بيفكر بعقلو اكتر من عرب. وبيحسب الامور جدا يعني بيحسبها جدا. رايح جاي فين? بيعمل ايه? بنهد باي حاجة زي كده يعني. عايز اشوف ركتاب الكارت ده عشان ما كونش مرضو ايه? اظلم ووصا انا اقول لك نيته مش حلو اقول لحاجة. ده انت بتتعمل مع حد هوائي. الشخص ده عايز اه يرجع لك تاني لو انت شخص بقى يبقى انت بقى يبقى ايه? يبقى ده حد قديم. وانت استقليت بذاتك بعيد عن هذا الشخص والشخص ده عايز يرجع تاني. وعايز يرجع كمان من رجعة سريعة يعني مش مش هزار يعني. وممكن يكون هو اكتشف حقيقة مشاعره انه بيحبك. يعني ممكن يكون هو شخص ده هو اللي نهى العلاقة. تمام كده? ولكن الان اكتشف انه بيحبك. وعايز يرجع. بكل بساطة كده. لان كمان هنا عندي معناها الحقيقة كمان ولا 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 والشجاعة. فهو شخص ممكن يكون شجاعة او اندفاعي برضو. مع تحمل المعنى ولكن هو اا اكتشف اا في حقيقة المشاعر بان اللي عمله ده ما كانش صاح مسلا. انه هو ما كان يتعامل معك بالطريقة دي او حتى يميه العلاقة. وعايز ياخد تاني الجرأة بتاعتنا. الجرأة الجرأة بتاعت انه هو يرجع تاني يتكلم معك او يلحقك او عايز يلحقك. لان انت بصت انت شايف نفسك قوي. انت متنك قوي شايف نفسك كده ومراخيرك فوق وبتقوله انت مين انا ما عرفكش. انا ما كنتش معك قبل كده. فانت حاليا يعني بعيد عن هذا الشخص وشخص ده عايز يجيلك تاني عايز يلحقك تاني ويلحق الاعداء الجميل اللي كان عايدها معك. والكون اوف سوردز اا معناها الحقيقة. يعني هو كمان مش مش بيجدب يعني. لا ده هو الحقيقة فعلا ان هو بيحبك يعني. او ابتشف ان اا ما كانش يا صاح ان هما ان هو يعمل كده او يسيب العلاقة. طيب. هو شايفك ازاي بقى نظرته ديك في الشهر ده. شايفك ان انت قفلت. حلاص. اتوف سوردز. اعتقد كل الامراج الملئ ان ايه قفلت خلاص كده. ده حتى ثالت قراءة هو ودي قفلت. اتوف سوردز انت قفلت خلاص. ومش عايزه بتاني في حقيقة. لانه لانه هو شايفك. هو ما استنتجش ده من نفسه. هو استنتجه من هنا. اا انت استقريت. اي ده ممكن تكون ارتبط. مش عارفة بقى. ممكن تكون انت ارتبطت مرة اخرى. الله اعلم. لان انا عندي هنا ده وفنت. ممكن تكون اتجوزت مثلا. او كتبت كتابك. او اتخطبت. الله اعلم. حاجة من الا هو هو عايز ما يكون عايز يقولك اا بص هو ثانية واحدة. عايز يقولك هو ايه اللي انت عملته ده. بص هو رفع عليها. بتقولك ايه اللي انت عملته ده. انت روح ترتبط بعد ما حلصتنا بعض ايه ده. يعني ايه اللي انت عملته ده? انت تسيبت تاني ليه? او انت انت فعلا عملت حاجة جزرية في حياتك. ده مش عارفة انت ده ازا ما تكون اتجوزت مرة واحدة. يعني انت مسلا سايبين بعض بقى لكو شعر واحدة مكتوب كتابك بعد ياب شعرين. فازاي يعني? هم استغرب. فزا ما يكون شافك ان انت خلاص قفال تقص من عندك. وبدأت الحياة جديدة اللي انت كنت تتمنىها بقى لان انا شايفك مبسوط. انت بدأ حياة جديدة ومبسوط. بس مش حاسة ان انت ارتبط لان او ارتبط ومبسوطك بالشخص اللي معاك. لان انها ينقف بعد كالسة دي واحدة يعني عندها كل حاجة. فاعتقد ان انت حاليا عندك كل حاجة. عندك الحب. عندك الفلوس. عندك كل حاجة. فبدأت الحياة يعني اللي انت كنت عايزها. لو كنت ارتبطت او داخل علاقة جديدة. ونويت نويت كامل يعني. وهو شايفة كتوف صدس. انت قفلت خلاص من ناحيته ومش مش هينفعي رجع تاقي. بلد ما قوي. اهو. اهو. شايف ان انت دخلت في علاقة. ايوة شايف ان انت في نفس ده. شايفك كمان ان انت مش طيق. بص مندي دهرك ومش هستشوفه تاني. وقافل من ناحيته خالص. ومش عايزه تاني في حياتك. وان انت فعلا استقلت بحياتك ومش عايزه تاني في حياتك وشكرا وجزاك الله الف خيري يعني. عاللي انت عملته. فخلاص يعني هو في في آآ في مرحلة انا مش مصدق. ان انت فعلا مشيت يقول بالعرب خلاص. العلاقة بان اتقطعت بالفعل. مش هيبقى فيه اي تواصل تاني بيني بالبرج العرب. حاجة انت ممكن تكون عملت له بلوك. عشان كده هو عايز يقولك ايه ده اللي انت عملته ده? انت عملت له بلوك بجد? انت بجد تقطعت التواصل? انت بجد فعلا مش عايزني? ده ده مش حقيقة بقى? ده مش كده باصلي. ده حقيقة? طب هو ايه اللي بيحصل في حياته? حاليا. هو زي ان يكون بيمر بكرمة? اه فيه كرمة عنده اختحصل. اه هو حاليا اه تعبان على فكرة. بيمر هزي الشخص بكرمة او نوع من انواع التغيير. عنده تغيير في حياته بيحصل. ممكن يكون مسافر او هيسافر او هيروح لعمل جديد. حاجة زي كده. الشخص ده مش عايز اقول ان انتم مفاصلين. بس اه هزا الشخص بيمر في حياته بالفعل اعتقد بنقلة. او ممكن يكون فقط وظيفة. مش عارفة حاسك كده مش 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 عارفة ايه حاسك انه فقط الوظيفة بتاعته وماشي بقى ومسافر وراح يشوف شغله في حتة تانية. الممكن يكون في بينكم كان خلافات على الزواج. عشان كده انت اتجاوزت. او اتخطبت. الشخص ده اا كان فيه وقود ما بينكم مسلا ويدي يخطبك مسلا مسلا ايه في شهر سبعة ومداشر. فأمت انت قلت يولي مسلا خلاص. انا مش عايزك. انا هتجاوزت. او انا خلاص لقيت الحياة اللي انا عايزها. فهو حاليا اه هو بالفعل العلاقة انتهت. انا يعني مش عارفة يعني اترجمها ازاي ولكن العلاقة بالفعل انتهت وهقول لكم ليه بقى. لان هو في حياته عنده شي انتهى. عنده عنده رحيل. عنده خلاص. لان هو بينقل التغيير. يعني مسلا لما يكون مرتبطة بشخص. ويرحل عني تماما بقى ما فيش رجوع تاني. بيبقى بيبقى العلاقة خلاص. لاني العجلة اتقفلت خلاص. فهو اه بيمر بكرمة او بيمر بعلاقة في حاجة. خلاص. خلصت هدي العلاقة انتهت. عشان كده هو شاعر بان انت خلاص. شكرا انا اخترت غيرك. اخترت شخص تاني. اخترت شخص. او 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 شايفك ان انت كنت اه. اه اعتقد ان فعلا ان هزا الشخص كان اه في حد متقدملك او حد في اه انت قبت له مسلا انا انت كده تقدمني ولا لأ عشان فيه ناس متقدمين لي. وهو مجاش. او قال لك لأ مش هينفع تقدم دلوقتي انا شخص بسافر او بشتغل في مكان تاني او حاجة من زي القبيل يعني. وشايفك ان انت اخترت شخص اخر. كنت محتارة واخترتي. خلاص. انا اخترت الشخص الاخر اهو. وانا مبسوطة. بس انتو مبسوطين يعني مش اللي هو بتكيده بيه. لا انتو مبسوطين. انتو خلط افات له العلاقة علاقة راحت لحالة. انتو مبسوطين يعني اخلاص. فالعلاقة فعلا انتهت يعني. وهي مشاعره اا وهو مش مشاعري يعني. مش بالدقة اللي انا عايز اولا هي مش مشاعر. هو هو عايز استفهم بس يعرف. هو انتو فعلا نسيتو. بس انا مش فاهمة ما هو واحدة اتجاوزت او اتخطبت لحد تاني ما انا كنا بنسيتك يعني. مركز معايا ولا مركز فيه حاجة زي كده. طب هو عايز يعني ايه نيتو ايه? هو نيتو غريبة قوي. نيتو البيشوف تابس والبيشوفوند. ده النواس هو يرقب شنية كبيرة يعني. هو عايز اا يكلمك تاني. وتبقى فيه علاقة تاني. يعني بقى فيه علاقة ولكن علاقة خفيفة يعني. يعني ما يكونش فيه قطع كده. ما نقطعش مع بعض. ميبقاش فيه قطع ما بيننا احنا الاتنين. ولكن البيشوفوند ده مقلقني شوية. ممكن يكونش مقلقني بقى. اا هو يعني عايزك ترجع بتتكلمه معايا تاني حتى لو كلام صحابي يعني على القل. يعني انت خلاص تتخطبتي او انت ما تتجوزت او خطبت. اا بس على القل يا اخي يعني يبقى فيه صداقة. يعني على القل بقى ما حب اتكلم معاياك قد بقى معاياك. ما تقطعش معايا القطع دي يعني. ما تجرحش قوي كده. حلينا نشوف هنا. هو مستقر برضو يعني. ده هو زعلان على فكرة. هو زعلان على علاقة دي. زعلان على هذي العلاقة.